بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الدرس الثالث من دروس منتاج الفيديو كامتازيا ستوديو إن شاء الله بإذن الله نتعلم في الدرس ده حاجة جديدة احنا تعلمنا وعرفنا واجهة البرنامج وعرفنا كيف نضيف شعار دلوقتي هنستخدم المكتبة اللي احنا عندنا اللي فيها بعض المؤثرات الصوتية وبعض المؤثرات اللي هي زي انترو للفيديو مثلا نستخدم انترو بأي شكل مثلا عجبنا هذا الشكل هنبدأ نضيفه اضيفه كفيديو جديد الفيديو طبعا انت مثلا عايز تضيفه في الأول هتسحبه كده تضيفه في الأول عايز تضيفه في الآخر هتسحبه في الآخر فخليه مثلا في بداية الفيديو ممكن تقلل المدة الزمنية بتاعته وممكن تكبرها براحتك زي ما انت عايز فدلوقتي احنا اضافنا الانترو اللي هو زي المقدمة بتاعت الفيديو وعايزين بالاضافة لكده عايزين مثلا نحط عليها مؤثر صوتي عايزين نحط عليها مؤثر صوتي المؤثر الصوتي انا قدت منزل مثلا صوت عصفير عندي على الكمبيوتر او نضيفه على بحس ان انا كمان اقولك ازاي نحنا نضيفه على clip pin هو طريقة ال import media وبرضو تضيف مؤثر صوت مؤثر اختار دلوقتي مؤثر الصوتي اللي هو صوت العصفير دلوقتي نعمل open برضو ها يضيفه لك انا شوف اسر مهلك دلوقتي زي ما قلنا صور اوديو وفيديو هنا لايمة تعمل زي ما قلنا click يسار click يمين عفوا وadd to time line او انك انت تسحبها وضيفها في ال time line على حسب ما انت عايز مفروض نحن نسحبها مفروض انها تضاف طيب عمان خليها قد to time line حد ما نشوف ايه المشكلة دي وبعدين هنا شوف ونزلها لك بالوقت الزمني بتاعها وضاف لك حاجات كمان لاحظ واحد video call out audio 1 audio 2 وبيقسم لك بقى time line على حسب الحاجات انت يعني بتضيفها في المقطع فطبعا انا عايز المقطع دوت اللي هو العصافير على قد الانترو على قد الانترو فاتسحبها كده لحد ما تكون بمحازات الانترو هنا وضبطها بحيث تكون بمحازات الانترو ونبدأ نعمل معاينة بسم الله بلايه شعار لاحظت لاحظت اللي حصل اصبح موجود عندنا الانترو مع الصوت المؤثر الصوتي بعد كده ينتقل على الفيديو بالشعار اللي احنا عملناه بايه بالصوت اللي هو صوت الفيديو نفسه كده احنا احنا اتعلمنا مثلا هنا في المكتبة ان احنا ازاي نسحب مؤثرات صوتية عندك مؤثرات صوتية وعندك اشكال كتير زي ما احنا قلنا في اول درس ان هنا في عندك حاجات وممكن انك انت تحمل مثلا مقاطع فيديو من الانترنت فيها انترو زي ما انت عاوز موجود على الانترنت انترو كتير جدا مفتوح المصدر هومنسورس انك انت ممكن تستخدمه يعني ملوش حق الحق بتاعته مش محفوظة يعني ممنوحة لأي شخص فانت ممكن برضو تستخدمها انك انت تحملها وتبدأ انك انت تحطها كمقدمة للفيديو بإذن الله تعالى الدرس القادم هنتعلم ان احنا الكولاوتس ان احنا نستخدمها ان احنا مثلا لو عايزين نحط كلام داخل الانترو او ان احنا نستخدم مثلا يعني اشكال اخرى زي الاشكال القدامنا ديت في المقطع بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته